مرحب ملشنا مرحب بالأصدقاء بس مع أنه النظامين ما شفنا بعد في راس حطم ورياضة باسين مش بكا مرة بتشوف الشخص بس بتساعد بقداش بس تشوفه بتحس أنه دغري بيمشي الحديث هلأ برح نشوف نعم نسانا يغطل عندي أسئلة هلأ بنا نحكي أكيد بالموضوع الأساسي بس خلال الحديث موضوع التحقيق بجريمة المرفأ وكتير الأحداث فيهم متسارعين اتنايناتكم امتبعين الملف من البداية ومع تطوره بس رح نبدأ شوي بالشئ اللي كمان بيعنينا ثلاثتنا الأعلام في زمن الكوليرا يعني في زمن التعتير اللي عم نعيشه التجربة تبع كل واحد منكم كيف لأن خاصة في راس انت فلات فترة نحن ترجع تشتغل بالمباشر صحافة تقريبا بصورة بتصور استثنائي ولا في شي تاني معنا استثنائي بأي معنا يعني مش استثنائي التعبير هو بصورة إفرادية يعني بطل في شي حدا لا بعده هلا أكيد دمن هامش قديق بكتير من قبل يعني الشركة البروداكشن هاوس اللي كانت بعدها موجودة هلا أكيد النشاط هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا عالفكرة حلوين خطونا طيب أنا نرحب بفراس حطوم ورياض إبايسي صحفيين وأصدقاء كنا عم نحكي هلأ في محاولة تبليج حلقة ما أقلعت مني راح نبلش الأقلعة مضبوط بس مطرح ما كنا عم نحكي تجربتي أنا كانت على يوتيوب من تقريباً هلأ صاروا سنة على قد ومعيشياً ماشي حالة بمقارنة مع التلفزيونات كانان بتصور ماشي حالة لأنه بتفوت الدولارات مش هالكميات بس أكيد أحسن إذا بصرف شو كان معاش بالليلة اللبنانية عبي 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 حط أعدائي شو بيقول عبي حط ضغط أعدائي لا لا ما هو السؤال أنه أنتو عندكم الإمكانيات حتى يمكن جيبوا مشاهدات أكتر مني ليش ما عملتوا هيد ستاب ليش بعدك بالتلفزيون ليش بعدك بالتلفزيون ومش غلط واحد يكون هون وهون أصلاً بس الخيار عندكم أكيد إن وجد براس كل واحد منكم عاي أساس واحد بيخد خياره بالتلفزيون بالتجهر بيأكتر مني لك هلا هو ليش ما رحنا لهذا المحل أنا مثلاً يمكن لأنه في فترة من الفترات اشتغلت كي عام بك شركة فيوداكشن ولا زالت موجودة بالحد المقبول اللي بيسمح فيه الظرف حالياً كان فيه ولا زال كمانا كان فيه تشانل للشركة وحطينا عليه دوكومنتري كان فيه دوكومنتري فضل شاكر لأنه دوكومنتري تبع فضل شاكر من الترتينمنت وفيه شيء له علاقة بالسياسي وشيء له علاقة بالإنفستيجيتف يعني فيه كذا كذا عامل وتحديداً ميلة لأنه هو قصة قصة يعني هو كان حلقتين أما ثلاث حلقات ثلاث حلقات وثلاثتهم نزلوا ثلاثتهم نزلوا وكان فيه غير الحلقات كان فيه مجموعة أغاني لقلو وقته يعني كان أول مرة بيغني وهو موجود بالمخيم نزلوا كمانا فكانت نسبة مشاهدة عارجة بواهو ضد الأغاني حتى أكثر من نسبة المشاهدة للدوكومنتري وكان فيه مردود مادي مقبول بس اللي بوقتها أنا خلاني يعني رجع لورا انه الكونتنت على اليوتيوب إلا إذا كان مثل اللي أنت عبتعمله عبتحط كاميرا وعبتقعد يتستضيفه عالم يتحكي كونتنت بسيط ساعته شو ما كان مردوده بيكون مردود ما في كيف الانتاج بس إذا بدك تروح على خيار مية بالمية إذا بدك تروح على خيار اللي هو مين لي لحد وقت قريب كان الشي الأساسي اللي أنا بعرف ما عمله بدك تطلع بالآخر لا بتحط من جايبك إذا ما عندك بلاتفورم بتعرض عليه أو بدك تروح حتى بس مثلا انت عم تطلع على نيو تيفي بفورمال بسيط يعني عم تحكي مع الكاميرا وطلعنيهم كتير قيام الساورة في واحد يخلط يعني بس بعده مش هذا ملعب يعني أنا اليوم إذا بتجي بيني وبين حالي شو بشوف حالي أو إذا بتسأل العالم مين اللي يمكن بيشوفوني صحافي بعمل تحقيقات أو بعمل شغل استقصائي حتى لما أطلع احكي من الاستوديو بس بيكون مين اللي في شي قبله أو بعده دوكيومنتري معمول قبله بجمعة أو قبل شهر أو تدارير طبع حتى أنا التندنسي طبعي بعدها ما كتير متأقلمي مع فكرة أنه أنا حدا بيطلع بيحكي قدام الكاميرا أنه أنا بعدني بشوف حالي كحدا بيشتغل تحقيقات أو بيشتغل وسائقيات علما أنه كنا نحكي كمان شي مع رياض أنه رياض خذ التجربة أكثر بأسرة البروغرام الأسبوعي بس برضو حديثي هالأسرة عمره سنة تقريب سنة أكتر شو سبعة عشر عشرين جروف سبعة عشرين وبعده كان عابل لك أنه بيشوف حاله أكتر أنه الحدا اللي بيعمل وسائيات أو تحيات يعني هي من جوه أنت بدأ كثير تشوف حالك الحدا اللي بيضمن أنه عنده أسبوعي أو شبه يومي حتى عابي أدمه للناس وهو مقتنع فيه تياخد هايدي ما كتير أنا شفت حالي بعد بهيدي الصورة بس يعني مسكر عليها لا لا مش مسكر مش مسكر بس بالوضع الحالي بحس يعني الخيار اللي أنت أخدته وملتزم فيه لك سنة يعني أنا ما عندي بعض الإحساس أنه أنا قادر كل يومين أو استضيف حدا أحكي أنا وياه أو أطلع أحكي أنا للكاميرا يعني بخاف أنه يعني أنا بيأس لك لك أنت ما كنت أو بعد سنة بتحس أنه عنجاد مثلا عندك هلأ ما عندك قلق أنه خلال شهر الجاي شو بدك تعامل أو مين بدك تطلع أو شو بدك تحكي يعني فيه قلق مثل قلق الشغل يعني بوقتها كنت بالتلفزيون كان عندي قلق أنه بدي لقيلي شي موضوع لتقرير هيدا بس أنه أهيا لأنه فيه أخبار هي بتلزمك تقريبا أنا بهالمحل يعني فيه شغلتين فيه الشي اللي هو المقابلات لأنه مقابلة واحدة بالجمعة منها الهم لأنه مرح تلاقي لك 52 ضيف بسنة يكون عندهم شي قلوم بلا خلق بيقطع أيام ما فيه أخبار خرج ضيف معي أنا عم بطلع عن سياسي في مرة عملت مع لبنان بقى الموسيقى الأخبار اليومية اسمعوك تصير تخاف تفق هويتك أو هويت الكون لا أعلم عليش السؤال لأقلكن ثنائناتكن هون لأنه ثنائناتكن وبحس أنا بقلب هيك جو عنا رأي بالموضوع يعني منا نوع الصحافة الكلاسيكية طبعا الموضوعية ما بحكي بشي ولا بعطي رأي بشي فيه رأي بالموضوع وهالرأي مش إنه رأي فالت بالهواء هو نتاج شغلنا بيوصل معك وفيه عنا اهتمامات مثل كل إنسان بهالكرة الأرضية يعني عكس من الناس تخيل إنه أعلامي يعني ما بيشتغل عنا اهتمامات بالدنيا يعني واحد بحب رياضة واحد بحب مسرح واحد بحب فن كل واحد شي مقاربة مقابلات اللي هي برات السياسة مش إنه عم بحكي فن يعني شو جديدة وكذا مع لبنان بعلمكي كانت وضع الأوركستر الوطنية باللبنان أنا تفجأت بالخبرية أنا ما تعرفت فيها من هونش للفكرة إنه في عنا أوركستر وطنية بتقبض معاشات من الدولة عم بيهاجروا الناس اللي فيها وما عم بيلاقوا ناس محلهم يجوا بعدها متكتشف إنه أبسط القصص إنه احنا بدولة هلأ الصيفية قطعت لمهرجنات وفقر وتعتير ما حدا أجت بالو فكرة بهالدولة إنه في عنا هوا عم نتفعلهم معاش ليش ما بيعملوا مهرجنات متنقلة على المناطق ما عم نتفعلهم معاش والبلد مفي شي بقى هيك الموضيع كانت هي ولي طلعت لبرة صورت مزبوط أنا شفتش حبات شوية غير جاء وكان عنده أصلا أنا مثلا هذا الشي البعض بديقلك يا كمان ما بتحس إنه إنت اليوم صرت محصور بهذا الشي يعني إنت اليوم إذا عبالك تعمل ما هلأ عندي عم بفكر بشغلي إنه كيف بوقت عملت مع زياد الرحباني إنه أنا بقيت سنة ونص عم بصور شي حد شغلي في لحظة الإنتاج تبعه زياد مثل قصة يتفاضل لأنه بمعنى بغض النظر إنه كل واحد بس إنه زياد حدا بتضمن إنه كيف مكبات التابعه بيجيب وبنفس الوقت بيتكون عم بتعمل شي إنت حالي بتعمله بس مثلا أنا اشتغلت على الموضوع دجاه اشتغلت خمر حاجة عشتغله مرة تاني مثلا قصة الفوتبول والباسكت باللبنان ليش الإسلام بيحضروا أكتر فوتبول والمسيحية أكتر باسكت وكذا هيدا في أعمله هلأ يحيخد وقت أكتر بس شوفوا الاني معي شي ماديا ما شو عم بيكلفني أنا بوقتها كمان إنه مردود وما كان كتير كبير إنه موثائقيات باللبنان قدش بتنبيع سعرها بس أنا مثلا وصائق الزيادة الرحباني مردوده هلأ بعضه للجديد مش لقلي حتى لو نازل عندي على تشانل بس بالنسبة لقلي أنا جاب تراكشن على الصفحة في كتير ناس تعرفت عن الصفحة ومرايك شي بقى في قصص بتكون لمردود مادة وفي قصص بتكون ل تحط شغلك على هيدا الشي هلأ الرياض يعني أنت كمان بتصور عندك نفس المشكلة إذا أنت اهتمامك وصائقيات أكتر من حد يسمع الكاميرا لأ هلأ أنا يعني بخلاف ممكن البعض يعتقد ما كتير إلي خلق احكي مع يعني عبر عن رأيي بكل شغلة وخصوصي لأنه بيبير مانا كتير مبسوط لأ وخصوصي لأنه رأي بالحياة كنتروفيرشي يعني ما كتير هي مينستريم يعني ما كتير تشبه العالم فبتصير قولة خالف تعرف ومش عارف شو هيدا وهو مش دايما بيكون إليك مزاج تتحمل حملات التنمر اللي معقوطة نعمل عليك على السوشيال ميلا مش إنه يعني كتير تفرق معي بس مش دايما إلي خلق يعني اتقى واجه هيدا الحملات بس عفكرة رأيي شخصي أنت بتقلع على يوتيوب أكتر من الأفريج لأنه حتى كاركتيرك على التلفزيون هو كاركتير برات لا تقلع على التلفزيون أنا مثلا ما بحضر التلفزيون يعني أنا بعرف يوتيوبرز وشانلز على يوتيوب أكتر كتير ما بحضر التلفزيون نهائيا يعني أنا اللي بحضره هو نتفلكس يعني بحضر يمكن الحلقة تعيتي لأنه نازم أحضر الحلقة تعيتي وممكن مقاطع على بعض الزملاء بأشياء معينة عمتنون بس ما بحضر يعني التلفزيون نفسه أنا حتى صرف من منتج التلفزيون بحضره عبر يوتيوب فما بحضر التلفزيون كتلفزيون ما بقلب على المحطة ما بعرف إذا بتسألي مثلا البي سي الجديد على أي رقم محطوطة بالتلفزيون عندك ما بعرف هذا الشي فأنا هذا المحل أنا هذا الشخص اللي بحضر يوتيوب وناتفلكس ما حمسك هالشي عشي تجربة؟ مش مسألة حمسني مسألة انه القاعدة إذا بدك الموجودة عندي بالعمل انه بدك كون عم تشغل شي بك كون عم تستمتع فيه وباليوتيوب إذا بدي قدم كونتنت فبدي كون شي بدي استمتع فيه وإذا بدي استمتع فيه ما بدي كون بيشبه شي لعم بقدمه على التلفزيون ما بدي كون شي خاصه بالسياسي بس لش انت اللي بتقدمه على التلفزيون ما بتستمتع فيه؟ حاليا لا صراحة انه ما يعني انا اللي بتستمتع فيه كنت انه بتقلي انتج وصائقي وعمول بس هلا هي لحظة 17-20 اقتضت وفرضت على انه انت فيه جمهور أوسع بدك تعرف تخاطبه ومثل ما انت يعني بشوك نعم نحك نكتحت لهو انه من العالم العربي عكس العالم انه الفيديوات الطويلة بتجيب مشاهدات اكتر من فيديوات عصيري مجتمعات عاطفية بتحب تسمع حدا عم يحكي هلا بس طبي فير ما في قاعة يعني مثلا جو روجن اللي هو اشهر بودكاست طيب حلقاته ثلاث ساعات بتجيب ملايين المشاهدات بس انه عم نحكي بشكل عام اجمالا المقاطع القصيري بتجيب اكتر من المقاطع الكبيري بس عنا يعني بتلاحظها هيك هلا المتعة انا بالنسبة بالشغل هي ان يصور ومنتج وشتغل على السورة بتحكي عن طريقة التقديم انت ما بتحب فكرة الاستوديو بس انت عندك متعة بالعملة الاستقصائي مش مسألة ما بحب فكرة الاستوديو مسألة انك تكون ساعة ونص على الهواء بس انت عندك حل انه انت بتمنتج وبتصور فكلفة الانتاج عندك ما انا اللي حمسني على هالشي انه وانت بلشت فعليا كنت لحالي لحالي عم صور وعم بمنتج ده انه ما عندي كلفة ما بدأ يخد ريسك بعدين بتصير تنظم امورك انت قادر تعمل هالشي بس ما انا بقلك اذا بدك تقدم هالشي بس مش وصائك اكيد ما هو مش بس لا فيه اشي يبت ان عمل يعني انا انا بقلك مثلا اليوتيوبرز انا بحضرهم مثلا نقول اه تجوح الطاب اللي يعني هنا في كزا حدا هلا فيه ابن حد توتا وفيه تجوح الطاب هول اللي بليسافروا بيسافروا بيصوروا شو بيشو يعني بيجيبوهنا معهم مشاهدات الكونت ما بالضروري يكون اوقات في منه ممكن ممكن جوح الطاب اكتر شيء لابنانية بيعرفوه ما اللي يكون مؤخرا نعمل عن فنزويلة ففي كثير عالم اسقطات والا لبنان بيصرفه النظر على انه ممكن واحد يكون عنده كتير ملحظات عكيفية ان شاء الله بس تصويريا مثلا بيشتغلوا كتير حلو عندك مثلا باسل حاج اللي بيعمل طب اللي هو الفوت بلوجر اللي بيلف كزا محل حول العالم. بس هوا في هون الكلافيات هدا اكيد انا يا حدا مقتدر مشوش سافر واحد ويصور انه عم تحط كلفة. مش كتير افكرة مسلا باسل الحاج انا بعرف يعني انا بتابعه بشوف كيف قصته بلشتوه كان عايش بلندن بلش اول شي عمل برم على برم بلندن بلندن وكان عساس عم بيقدموا بايلوت لتليفزيون رؤية ما عمشنه كيوتيوب هو. وقال هات لجرب حط البايلوت على اليوتيوب. ودرب وبقي يشتغل معروحية. بس اللي طلع له بيأمن له كلفة انتاجة بس لك بديك بها النوقة. بيجيب يعني بس الحاج في عنده هلا المعدل العام عنده بيجيب تقريبا محدود المليون ازا عم تحكي الشيء وبيوصل الستة مليون مشاهدة. بس كمان انتبع على شغلة بيوصل بنوع فوض بلوجرز اما اللي بيسافروا بسهولة في حط دعايات عنده. يعني ما عنده اثيك الكوستشن. انه انا مش حط دعايات عنده. اي 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 اكيد اكيد. بقى في طلع كلفتها انه السفريات بعدين في شركات سفريات. انا ما عدو كله عبالك المليون مشاهدة يمش شرط تغطيله كلفة انتاج سفرة. ماذا؟ اذا بديه في عتكات وإذا بديه ينزل باوتيل. المليون مشاهدة يمكن حسب من وين عم بيجو المشاهدة وكزا بس يمكن جبله ثلاثة اربعة تاليف دولار. يعني بتكدي الطيارة انجا. اي بس ما هو الا اذا فيه سبونسرز. لا لا فيه اشيا كان عنده يكون فيها سبونسرز فيه اشيا لا. بس بجميع الاحوال انا عم بعطيك امثلي انه شو المحلات اللي باليوتيوب بفكر ممكن يشتغل فيها. لانه اشيا بتكون انت يعني اعطي رأيي ممكن اعمل تشانل ايزا عم بلك فكر. اعطي رأيي بشو بعرف من المسلسلات نتفليكس اللي بحضرهم. بطريقة معينة تكون كونترويورشل. نفس الشي بالفوتبول. هاكي بفكر. بالسياسي ان يرجع افتح تشانل على اليوتيوب. ممكن ممكن ما بعرف بس انه تقعطي رأيي اتحمل ام مشكلتك انت ازا جمهور ام يعني عم بحكي جد ام يعني محل معين بتسأل حالك انه انت شو بدي عمض انا يعني يعني هذا جمهور العصابي انا ليه بدي خاطب. بس ما هو انت هذا جمهور العصابي. بس انه ما فيك تقول انا مجرد ما تطلع يوتيوب مثل ما مجرد تطلع تليفزيون. انا بطلع كل العالم. وبالتالي هو عنده حق الكومنت. بشو بعمل? بشو بعمل? بشو بعمل? بشو دي خاطب السياسي مثل استرسايزنج يورسلف من ورا رأي واحد تين. لا لا بش امر ما هو ها هي بلي بعملهم بعملهم راح التليفزيون اللي هو عنده اكسبوجر اعلى. فليش يعني ما فينا ننكر انه هلأ بعضو بلبنان التليفزيون عنده اكسبوجر اعلى من كل انا ما بحضر تليفزيون بس بعرف انه اخلا بيطلع. انا بيطلع عالتليفزيون بجا بيطلع اونلاين. ايو ليش بتطلع اونلاين? انا انا بالنسبة اللي بتطلع اونلاين. لانو انت يعني انا تجربتي اول شي اه بمعج نموت مبدي. ومش بس بالسقف السياسي بوقت التصوير بوقت الشغل بشو بدي اقول وشو ما الي خلق عليك كموضوع. يعني اخبار. بيعطيك حرية تجبرني بمواضيع انه مجبور غطير. انا ما عندي هالاشغالية. انا ما عم تشتغل بالاخبار اصلا. انا ما مش شغل من زمام عشان. بس انا بدي انا عفوت معك هون ونفس السؤال اللي قالت انتو بلاشتوا استقصاء اول اثناني ممكن. والبلد بالصيغة الحديثة تبع الاستقصاء كوسائقية مطولة وبأدلة. انا اشتغلت فترة صغيرة وبطل الاستقصاء بياخد وقت شغلي كتير. ليجيك اخر شي عالم تقولك انه لك شو ست شهر تتشتغل تتخبرني في فساد عالمرفق. ومين ما بيعرف ما في فساد عالمرفق. وفيش يصيب من الصحة هون انه صح. بس التوثيق له اهميته. ومفروض يكون له اهميته القضائية. يأثر بشي حدا. يا رأي عامي تحرك. يا قضائي تحرك. يا أحزاب. تطلع هون بالبلد ما فيشي يتحرك. يعني الحماس تبع انه اصرف هالقدم جهود عشين ما بيأثر بشي. بقل. هلأ هون بكتشوف كيف في المنطلقات. سهر لك اولا انه انت ما باعف كيف باعدي لك الجليدي. الجليدي لانه اليصاب ببسيط وانه ايله وكتير صريح فيها. وقدرت اسمك بفترة عشر سنين لانه ولا مرة كنت تفتش على الرياكشن طبع العالم. قد ما فتش على الرياكشن طبع المرتكبين. يعني انا بستمتع. بتشوف الغدد الصماء عم تشتغل عنده للشخص المعني للمسؤول المعني. ببقى عارف انا وعم بعمل الحلقة انا وعم بحكيه هلا خصوصي هدا الاسلوب اللي بعمله بالحاكم. انا كيك عند اسلوب. اني انا عم بستفز وعم بستفز جمهور العصابة وانه هلأ هني عم بيغلو غالب البيت. بستمتع بهالله. ليه بعرف انه معي قوة الدليل. يعني بروحوا ببلطوا واني بقولولي انه رح نتشك عليك بالقضاء وشو بيصير فيهم. ببلطوا. ولما انا اتشك عليهم يعني متل لما جبران باسيه برحت تشكات عليك. بتضيع الشكوى بالنيابة العام التمييزية. اليوم برحت تشكات عليك شو. وقال انه انا فاسد وبقبض مصاري. انه انه طاعة قرب على الفاي. مش انتي عم تقول انه انا بقبض مصاري وفاسد. تفضل قرب. روح على القضاء وجيب قدلتك يا جبران باسيه. انا شو يعمل. انا عم ما اخدت رأم الشكوى عنده لغسان عويدات. اليوم عم بيراجع المحامي. قال عم بيفتش عليها ضاعت. بالمقابل شكوى التزوير واستعمال مزور تعيت. وشو صار فيها. بلى وشرب ميتة. لانه عم بقدم شكوى من دون اي دليل واي مستند. بلى وشرب ميتة. بس شو بيعمل. بيكذب على جمهوره. فأنت عم تسأني شو اللي بيخليك تستمر خلال كلها الفترة. هو اني باعرف كتير مميح. اني موجعون. اني آهرهم. هن وجمهورهم. يعني مش باسم العصابة. العصابة وجمهور العصابة. السؤال شخصا التحدي هو الوقود. اديش بتعطيك وقود. ماشي. هلأ هون في رأس كمان انت عندك تجربة. قفلت على الحبس فترة من ورا قصة شغل على موضوع المحكمة الدولية. عم بحكي عن حالي انا. انا عكسك بهالقصة. انا ابدا ما بشخص شي يعني ما قلي خلق لانه. اخرتها الاكسبوجر طبعا على الاعلام كمان دائمة. وكل واحد عنده جمهور. فبتحس انه اوكي. الحياة مكفاية يعني. اذا هيدا وقوده لرياض انت شو الوقود طبعك. لان كمان صار 13 سنة تشتغل الوسائقيات استقصائية ولا اكثر شوية يمكن. انه سبع اول كوازات. 14 سنة. هلأ شو بعد مخلاق يعني انا. لأ اول شي تكون صريح معك يمكن حماسة رياض لهذا الشغل ما بعرف متل ما بيقلك هو انه في شي ممكن هو طريق التعبير بتخليك تحسه هلقد محمس داخليا. هلأ قد بيكون بعد وبعد كل هالوقت مقتنع انه راح يوصل الشي اللي عاب يعمله لمحال. ما هو عمول ولا بش هيوصله بس بس. انا انا تحديدا يمكن بعد فترة قصيرة بعد سنتين او تلاتة اه يمكن ما بعرف ازا اتفاق الدوحة او الفترة اللي صارت بعد اتفاق الدوحة شوف اللي صار نحنا وقت اللي صار الانسحاب السوري بالالفين وخمسة كان كلنا اول ما فيتين على المهنة وكنا متنعين انه كل شي غلط كان عاب يصير البلد لانه السوري كان موجود وكان عاب يعمل واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة وانه هلأ انسحب السوري وانه صار عندك بلد وصار فيك تشتغل وصار فيك تتحرك وصار فيك تكافح الفساد وكل هالقصص وصار وراها ضغري الصراع السياسي بين تمانية واربعة عشر اللي كنا مفترضينه احنا الصراع السياسي ففتنا بجو كتير عالي يعني قبل الاستقصاء كنا محمسين للشغل الصحافي لانك انت كنا تحس انه في صراع حقيقي بالبلد وانه انه فيك يكون عندك خيار ماني او أربعة عشر تحس شغلة كبيرة عرفت حتى بين مزدوجين الزعمات الزعمات السياسية بوقتها اللي كنا نشوفها زعمات سياسية يعني كنا نعتبر انه هايدي كلها عندها شي يخليك تتحمس تحكي معها تاخد منها مقابلة تنتقدها صح ونفس الشي بموضوع الاستقصاء كمان كان الحمس عالي انه انت اليوم وين في مكامل فساد بدك تشتغل تتحربها انت وقتها فتع موضوع معكمة دولية كان يعني البرد عم يبنوا محبولين صحيح موضوع زهير الصدي وكل هود الخبريات بعدين مع الوقت بتكتشف بالمهنة الاساسية اللي انت بتشتغلها اللي هي مهنة الصحافة وبالنوع اللي انت بتتخصص فيه اللي هو الاستقصاء انه بالاخر اللي قلته انت انه الحياة بتكفي وانه انت مسلا بتعمل اول موضوع شي القصة زهير الصدي والمحكمة الدولية لانه انا يمكن بيعتبر انه هايدي من يعني مش من ابسط بس مش من الاشياء اللي انا اليوم اذا باك تسألني مش اذا باك تسألني شو العمل الاستقصائي اللي عملته ما بقل لك قصة زهير الصدي لانه بقل لك هايدي تجربة لحدا كان اول سنة او تاني سنة بيشتغل بالتلفزيون عملها لانه كان بده يكسر تابو بتقول لي كان فيها فاولات بتقول لي كان فيها اخطاء بتقول لي كان فيها محلات هلأ لو رجعت نحطيت بهذا الظرف بيشتغلها بنفس الطريقة اكيد لا بس عبالك شي لهذا الموضوع لانه هذا تفاعل متل ما قصة الجمارك تبع رياض يعني كان عامل ثلاث اربعة خمس حلقات ما تفاعله الا وقت اللي اكل قتله علم انه يمكن المضمون الاساسي هو بالحلقات هيديك فقصة الزهير الصديق تفاعلت لانه صار فيها حبس وصار فيها اكشن انا اسيسا بوقتها فت عاشقته بحد زيتا كانت طبق فقمت انا بس انحبست بيرومي قررت انه بس اطلع انه هالتجربة اللي انت كصحافي عشتها خمسة واربعين يوم تحملها لبرة وتخبر شو عا بيصير بالسجن كيف الناس انت بالحبس فت على مطرح من كل العالم ولا شيء انا فتت انا فتت اول انا اول شيء فتت على مركز الارهاب انا فتت اول شيء على مركز الارهاب والتجسس كانوا اللي فايتين قبل علي النظارة اللي توقفنا فيها هن الناس اللي توقفوا كانوا محسوبين على القاعدة بتفجيرات القطارات بعتقد او شيء مخطط ببرلين كانوا لبنانيين فالغرفة اه يعني غرفة شو بدي اقول لك هال قد وفيها اثار فعليا بدون مبارا لا انا ومصور ومساعد المصور وهول ثلاثة اشخاص هاي بينا فيها ليلة ناس بتعرفهم يعني مش حطوك مع مجرمين لا هيدا نهار هيدا نهار هيدا اللي فتنا فيه كان فيه اثار يعني على الغرفة دم واصص يعني هيدا رهيب يعني لا هم ما كانوا هالقاد يعطينا اكتر من حاجة يعني هو عندما هو هاك بيجي هو اجمالا ما بيفوت على هذا المحال الا عالم بهالمستوى يعني احنا طلعوا انه يعني افتجي من الناولاد يعني مش مفروض نكون لهون فانا قلونا رجوع العدلية على المتحف بقينا توقيف احتياطي شي جمعة لحققوا معنا ووطعوا لنا مذكرات توقيف رجوعوا طلعونا على رومي برومي حطونا شي اربع خمسة ايام بمركز بيسموه الاحداث بس مثلا هاي من الاساس وما بيحطوا فيه الاحداث وهذا لازم يكون وقت لانعمل السجن مخصص للاطفال القاصرين او فيه متل مركز اعادة تأييلات بحطوا فيه كل العالم عرفت بحطوا فيه توقيف متل او وفيه احداث بتلاقي احداث بس مش احداث انا مرة لان طلعوا طلعونا كان فيه ناس صغار لا مرة هادي لما كانوا عم بيرامموا المبنى مدير شو اسمه ده مش عال شو اسمه نقلوا المساجين الموقوفين يمكن بحطوهم حد حد بسجن الاحداث بس حصلهم عن بعض مفروض وفيه مبنى للموقوفين وفيه مبنى للمحكمين هاني خلطين كل شي رجعوا نقلونا من هونيك على المبنى بيه المبنى بيه اعتقد اللي هو ايضا فيه شي يعني هاي كل شي خمسة عشر يوم عشرين يوم وبقينا عشرين خمسة وعشرين يوم بغرفة مع مساجين عاديين في من حدا بسرق احد اقتل حدا كزا فهي تجربة فعليا تجربة سجن شرعية خمسة وعشرين اشتغلت علي بعدين اشتغلت بس ظهرت على وضع السجن انه كنت كاتب كنت عايشها انا كل شي صار معي بوقت زهر صديق كنت عابعيشه كمان الصحافي انه انفتت بهذا المحل انه هلا صار بديت صالح مع الفكرة وبدي اكتبه بدي حط وشوفي قصص وكيف بيوقفوا وكيف بيعاملوا وكيف كزا وكتبت لانه كانت قصة زهر صديقها لقد ضاجة ما انت بسي تفكر انه كل شي هتعمله هياخد نفس الرياكشن فطلعنا عملناها انه عرضت وقطعت فطلعت انا انه انت هونيكي عبتحكي انه بلشت تحس انه هون عبتحكي انت عن ثلاث تلاف اربع تلاف مسجون عندهم واحد اثنين ثلاثة اربع خمسة اخذي تضجتها العادية يعني بتشوف واحد بيقول لك والله حلو هيدا التقرير اللي عملته بتكون انت قالهاك اربع خمس تشفر عالتش تغير اللي عليه ايه فا انا هون القصص المحبتة كتير فبتصير تحس انه اللي انت عبتقول انه الحياة الحياة بتكفي بس اه ليش بدك تشغل على الرياكشن طبعا الناس مش على الرياكشن على حجم الرواية نفسها انه بس افضيحة بين ملايك القصة الى وقته بمعنى انا بعرفها اختبرناها لانه شوف يعني احنا بقينا من بتذكر يعني نشتغل القضايا فسادي ممكن 2010-2011 لها حد لحظت سبتاش في شين 2017 وصارت الناس تكتشف شو جلنا عم شغل خلال عشر سنين بس كفل قصة وبعدها يعني ما عندي يعني ما مشكلتك هو الاساس انت شو بتعمل شو بتكون حاطت سقف للتوقعات عندك انا ما عمل سقف للتوقعات عندي بانه بس ما انت هذا بيفجئني لان انت حدا منخرت سياسيا مش انه ما بتحب السياسي وعم تشتغل مش كتير عفكرة بايذوية مسلا انا ولا مرة وهي معلومة مش انه معلومة بس اي شغلي يعني اي لانه كزا مرة معبر عنه انا والله مرة بنسوي قبل حراك او بسبتاش تشرين او بهذا اجتمعت مع اي من المجموعات الموجودة ما الي خلق لانه بس طلعت خطابت بترابلوس قالولي طلع قالولي بترابلوس حكيوني قالولي طلع بدنا اياك انه في تطلع بس ما طلعت اجتمعت يعني ما بجتمع بس اصدي عندك رأي وعندك موقف عندي رأي وعندك موقف بس بواقع جدا يعني واقع بعرف شو اللي بس انا 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 مع بعرض لعبدول بالعكس انا عبا ايد لعبدولو انا عبرلك من وقت انا معت حطها واقعات صورت اعرف انه هايدي الحلقة اخر شي بتحطها واسبال عندي نفس الدفع صاري خف الحماس صورت انتقائي بالمواضيع صورت اشتغل على المواضيع يعني انا اليوم وما تسألني هلا يعني احيان مسلا بتجي تخبرني عشرة اتناعشر خبرية بحس انه ما بتحمس اعملهم اكيد بيستفزوني بمحلات او بحس انه اه انه في شي غلط وانه لازم ازا ازا يعني ازا قدرت تساعد تساعد بس مثلا بيجي اقول لك كزا مرة حدا بيقول لك انه في هايدي القضية واحد اثنين ثلاثة خير ما بحس انه انا اه عندي القدرة او عندي الرغبة انا شخصيا بيجي بيصير قصة معي يعني بتحسها استفزتك بتشتغل بس بيصير اكتر الدافع شخصي بمعنى انه انت مش موقع متل ما كان عبي قول رياض انه الناس من ورا تقريرك او من ورا الوسائق يتبعك تنزل تقريبك على الشارع jumped angermoo ا mio بحشي او ضع اه zijn потому что Euro كانوا عم يشمطوا في延长 بس هون عمين عمت حكمين عبيش مط مهور واسع وعريض كانie وفي ناس غيرت موقفها على حسب على حسب مين كان مدير عام الجمارك اكتشفوا انو يعني شو طافة ضربنا على اساسها غيروا موقفهم فعان اصلا بوقتا كانت صارت الامور كتير واضحة عنددي بس ما هنجع على فكرة أساسة عم قال لك أنا ليش بستمتع بفكرة أنه هذا الشخص اللي بقدم نفسه قوي وأنه أنتت شو بلي ما فيك تدقره أنت هذا هذا يعني المنطق المفيوزي قوة الصحافة الاستقصائية هي هون أنه أنا ما جاي سولف عليك خبار وعطيك رأيي فيك يعني مثلا رياض سلامي لما عملت عنه عند حسابه السويسري بسنة 2016 ورجعت بعدها نكملنا القصة مع درج والأو سي سي أر بي بالألفان وتسعب في سنة عشرين أنا بعرف كتير مميح وين أزاه هذا الموضوع أستمتع بذلك وما بدي ليس ما بدي أستمتع هذا سلامي مصنف حاله بلبنان هلأ بعد آخر قرار طلعته المحكمة على أنه هو بيقرر إذا بيتحاكم ولا لا هذا لما تجي أنت تقدم للقضاء الأوروبي برا أدلة وقرائم مساهمة على مجموعة قصة صيني هنم جمعين عليه لا يتموا لحقتهم بس يعني الدافع بمحل سرع بيصير شخصي الدافع بمحل هو ضرب الحجر الأساس للمنظومة المافيوزية شو هو الحجر الأساس؟ فكرة أنه أنت تكون غير قابل للمسائلة بس ما هو غير قابل للمسائلة بس أنت عم تحطه عم تخلي يكون قابل بس هارف النظر قدي العالم تتفاعل معك يعني أنا لما بطلع من عنده شو اسمه؟ راح أن اسمه عن بالي هلأ مين؟ شو الصفة؟ صفة دي لما بطلب عنده محمد صفة دي يقيده عم ترجفهم بعد المقابلة ويحقني على الباب لبرة وهو عم يجرب يبرر لي موقفه عاي بحد ذاته صحفيا شو بدي أحسن من هاك أنا؟ أنا ما جيت حقيت ولا أنا جيت عدت حد منه للصفة دي هاكي هو ما عارف يعني هو عارف لو بدي أحكي عن التسريبات بسويس سويس دي ما خاطر عباله ما بتعرف النمط المقابلات بالإعلام اللبناني شو بيكون؟ انه بتسولك مو حاكي وصفقته هاك أنا عباكي مو كماشت ساتفت وراء عفكرة كلهم فاضيين كانوا بس حركة نفسية على يعني كماشتون وحطيتون عالطاولة هاكي بتقول له بس أنا حساباتك عم بتقول فهو فيه أكيد ما يحساباته بس اني مش هلقاد يعني بس انه مش هتعمل وقع سينمائي يعني بتقول له حساباتك عندي بتقول غير هاكي الزلم يكسرت إيده تعمل هاكي ويبرر ويبرر بقو اخر شيء قال لي أنا مخصني باللي عمله الأمير تركي ديشو اسمه سيف ايه طبع صفقة اليمام طبع صفقة اليمام اللي يوقف تصوير خلاص معاش فيه ايه هلا هول هول بالنسبة للي الجمارك لما كانوا ولا يجبوا بقولو لك انه ايه وما كلنا بنعرف انه في الفساد بالجمارك صحي؟ بس ولا مرة شفتوا 16 واحد عم بيقبضوا بالجمارك هلا تبقى بقدر اي كان براك يعني هايفيني يقولو لما عندي مشكل يقولو شايفي خو خو دراه داك بالجمارك ما بيخافوا من التفتيش المركزي بالجمارك ما بيخافوا من القضاء اللبناني بالجمارك بيخافوا من وحدة دعيات الاستقصاء يقلهم هالكلمة يفرجيهم هالايد اللي بتعمل هاكي من تحت سقعوا بغري وفيك تسألهم شو بدك فيه طيب شو حدودة هاللعب يعني يديش بتفكر حدود مكان لأ مش مش قصة شو حدودة تأسيرة سؤالي بس تواضحه لانه هيدا تقدير وقت يرجع يركل لانقلو النظام اللبناني فعليا عم بيلق فعليا لالفين وحدة عشر الموقت نبلشت القصص بسوريا هاي النظام اللبناني ما رح يسقط طالما في حزب الله رح نصلك لا لا هادي بخير من الآخر لشو نلف اندور لا لا ما عم بحكي طالما في حزب الله رح نصر على حديث السياسي انت قوة عسكرية حزب منظم ومدعوم إخليميا وهو عالنا عم بيعلن ان هو حامي هذه المنظومة ما رح يسقط نظام اللبناني بس رح نوصل على هاي النقطة لانا كمان نحكي عن التحقيق والمرفأ ووفيق صفها واللي صار بس انا بمعزل عن هاي بس انا عم بحكي بشي تاني خصوا بالشغل الصحافي انه هيدا الهامش معقول يتسكر بلحظة هامش انه متروك يحكي يسكروا يساعته يسكروا هني بس انا مدفل قبل ما هني يسكروا هني يسكروا ساعته تخلص بهذا الشغل بس اليوم يعني 2021 لنا سنتان بأزمة القدرة الشرائية وصار في شي من الأحباط على قليلة آخر 6-7-8 شهر بالبلد هلأ شو الوقود يعني أنا بتذكر آخر انتجار المرفأ أنا بالنسبة لي حتى يعني مضبوط عبتحكي يعني أنا كانت 17-20 أول فترة وانعمل كذا شي كذا حلقة وكنت انت بعدك موجود معنا وتحمسنا كمان ما تحمسنا وقت الانسحاب السوري رجع تبين انه حتى بهذا الزارف رجعت وتماسك للطبقة السياسية وحميت بعضها بخف الحماس يمكن لأنه أنا عبقلك صراحة يعني عكس رياض للأمانة ما بيعنيني هذه اللحظة كتير طبع أني شوف مثلا سياسة عصب أو هي لحظة أكيد ممتعة ويمكن وحقه بس ما كتير براهن عليا أو بابني عليا لأنه بحس أنه آخر شي ترجع تكفي الحياة لشكل طبيعي يمكن عندي خطأ بلت إن بنيوي أنه أنا عكس الشخصاني يعني أنا إذا بتقعدني مع كل واحد منهم أنا أقرب لألك بفهم منطقه أنا أقرب لألك بكون ضده بس إنه المشكل مش فيه المشكل أكبر منه هو جزء من النظام يعني اللي أنا عم بجرب أعمله بيتخبط لأنه ما الناواضحة الصورة عندي كيف بقدر عيد تعريف شغلك صحافي إذا مش كنت مع نظام مش بأخباري أمي لحالك شغلي يمكن ما بعرف رياض ما كثير يوافع عليها هي يمكن شو بيقوله مش انتقاد لأله بالعكس يمكن هي ميزة أكتر منها انتقاد بس رياض لأنه تقريبا ما اشتغل غير صحافي عرفت بيقدر يشوف القصص أو ما بعرف إذا بيقدر أو ما بيقدر يشوف القصص إلا من زاوية صحفية بحتي أنا بحكم السنين اللي حتى قبل ما فوت على الصحافي وبعد ما بالفترة اللي اشتغلت فيها برات نيو تيفي انه اشتغلت بكتير قصص يعني قصص فيها تجارة فيها بيع فيها شراء فيها عمار فيها حفلات وبتشوف السيستم كله كيف رائع كيف وانتبه أنا فعليا ما عبر حدا لالصغير ولالكبير بس بتصير تحس القصص انه أبعد من شخص يعني بتصير عن جد انت دايما عندك عقدة زامب يمكن يكون هذا شي مش صح تجاه هالشخص اللي انت عب تكشف عنه في ضيحة بكتير من الأحيان لأنه انت بتبقى عارف لأنه انت فعليا تبقى عارف انه هذا السيستم كله فاسد بشكل انه انت صعب تكون براته وانتبه إلا إذا بدك تكون مثل رياض صحافي بمحل خاص قدرت تعمل الكرير تبعك أو ما اضطر رأي تشتغل وانتبه مانة الصحافي فيها هالبريفيلاج أنا يمكن كمان بقى غير محل أنا مني شاغلي كتير قصص مختلفة بس أنا جاي من خلفية عسيسا ما كنت مهتم للصحافي أنا رايح تعمل علوم سياسية عسيس انه بركي سلك ديبلوماسي عمعلي مقاربتي للصحافي يعني الصحافي وسيلة عندي مانه هدف يعني هي لجرب أنا إذا ما هي هون الأساس إذا أنت مفكر أنه والله أنا رح أجي أعمل تحقيق معين وورا هدف تحقيق رح تقوم العالم ويتحسى تحولات بحصة وراء بحصة فيه جزء أساسي وهو المهم ولما عم نحكي مثلا صحافي استقصائي قاله علاقة أساسا شو دور الصحافي الاستقصائي انتظام العلاقة يقدم له للصحافي بمثابة المونيتر يلي من خلاله رح يقدر يشوف إذا فيه أشي عم يخبيها تحت السجادي هذا المسؤول ببلد محكوم بالعقلية المفيوزية أنت بيكون عندك كونسب تراكب أساسه أنه المسؤول هذا فوق رقابي وفوق محاسم ما حدا بسترجي دق فيه أنه ما حدا بسترجي دق فيه لا اعتبارات كتير يعني زي عم نحكي رياض سلامة أنه هذا مشبك ما حدا بيقدر يدق فيه بالجمرك هلت عم تكسر هايدي الصورة بالجمرك ما فيك تدق فيه لأنه كل واحد بده يستورد ويصدر يعني أنا بعرفها ومحسها هايدي بخصوصي بأول هلأ كسرتها بعدين لما بعدين خلص بلش تنهار المنظومة عندهم بس أول شي كان بالجمرك مجموعة كبيرة من العالم لقيهم مقفين ضد لا لأنه هني ما بيسترجوا حتى يعني أنا بتذكر مثلا بحلقة من حلقات الجمرك كنا مكسرين بقعت على مستوى الريتنج عم بحكي ما لا معلن إبلي حد دعاية وقال لبرنامج طبعا لا لأنه بالنسبة لأله إذا حد دعاية كيف بدي فوت بضعته فأنت هون بهذا المحل الفكرة اللي عم يقول لك عليها بأنه أنا بستمتع بإني لما أشوف الغضض الصماء عنده لهذا الشخص المسؤول المفروض هو أنت تشبل شوفه عم يعرق هاي إلى دور أساسي بكسر المنظومة ضمن منطق البحصة وراء بحصة لأنه إذا أنت ما كسرت الهيبة فيه هيبة هاي المنظومة بالعلاقة المفهوزية شو هي العلاقة المفهوزية مع الجمهور أنا عم فرجي الجمهور أول شيء أنه هذا الزلم الزعيم اللي عندك اللي نصنفه أنت إله ما أنه إله عادة فيني يجيب سيرته عادة بجيب سيرته مع أدلة مش أنه هاك عم بعضها سؤال تايكون ليرد وها قالنا ثلاثتنا يعني قديش فكرة أنه الإعلام حتى لو مش مكمة يعني فيه طعم توزع الإعلام أنه المؤسسة الإعلامية تغطي كل الناس وكل الوقت وكلها أنا كان فيه شيء ينكزني أنه ما أعرفني عم تشتغل على السلسطرة برواتب بتشوف مثلا عاملين نصبة مجلس نواب وكذا بتعمل تقرير ضدهم وهذا من القصص مثلا اللي بتخليك بالجديد اللي بيعمل لك يا تلفزيون بس بيرجع بيطلع بتقرير تاني نفس الشخص بيصفة تاني بقى بتحس حالك أنه بس هون بدك كمان يكون واقع يعني أنت وأنا مرة قالها لما بالانتفاضة إجوا مسكوه علي أنا كان فيه نزوة بالأي وبي وجي تخبرت للعالم قلت له أن التلفزيونات من مجال الثورية يعني هالتلفزيونات بيملكوها رجال أعمال وعندهم لندن مصالح طبيعا وأنه كلام عبوله علنا بندوي مسجلي علنا قال إجوا فيه الجماعة طويل حزب الله ما رأيش اسمه الموقع قال إجوا أخذوها مقتطفين صار يخدم قد شوى جمل صغير قالوا لقطناك ومساكناك قلت له هالندوي الكاملي أنا عندي موجود يوتيوب يعني منحطها وبنشرتها كل يدها متل ما هي عندي على الصفحة بدك تصالح مع فكرة أنه أنت مسؤول عن الشي اللي أنت تعمله وبدك تكون موجود بمحل لحد معين بتحس أنه بيشبهك أو عندك مساحتك فيه بقيت ما بقى أنا هيدا اللي بقوله للكل أنه أنه أي تقرير مش أنا عامله ما بتحمل مسجليته لأنه أنا ماني صاحب قرار بمعنى أنه اليوم سياسة الجديد أو غير الجديد بكل المحلات اللي اشتغلنا فيها صاحب المحطة ما بيرجع لك تيقرر شو سياسته فيه تقاطع فيه شي بتقدره وأنا عم بحكيه فعليا بتقدره بمحل الخصوصي لما تشتغل بكذا محطة بنيو تيفي أنه فيه المساحة للعمل الاستقصائي وللعمل الجدي موجودة أنا مثلا كان فيه قصص من وراء الجديد أول ما بلاش صحافة وأنا عمقلك جاي من علوم سياسية فمش أنه قاعد ادرس بوقت الاعلام والأتيكس وهذا بس بالتجربة ببلش واحد يقارن ويشوف حاله هو شو بيحضر كان فيه قصة المؤدمة دائما كلمة واحد يقعد محل إنه شي من مهنية وكذا أنا من نسبة لي وقت فلاتنا الجديد أنا صرت المؤدمة يعني كنت دائما نقوله إنه إذا بدك تعطلد على المقدمة بالنشرات الأخبار فأوكي بس ما فيك تجي تطوب للجرائد اللبنانية على إنها يعني مهنية ما في جريدة بالعالم بتحط رأي في الصفحة الأولى يعني اللي هو بتعمل كل الجرائد على البلدان لا أصلا لما صرت عم تحكي بالأونلاين بطلت كتير صفحة أولى عم بحكي بالجرائد مثل ما هي بعدها الورائية بس بالورائية دائما في صحافة الرأي في صحافة الرأي بس بشفحة أولى محل الخبر خيوة لو نحن ما كنا نشوف في السفير كتب المحرر السياسي وين في منها هاي بس هلأ صارت وما كان بالعالم نعم عم برجع من التلفزيونيات فوكس وCNN تتوصل على فرنسا صار كل هاي بس ما بش بيطلع بيسمي محرر الشؤون السياسية بيطلعوا بيعتراق بيطلع هذا لأني هون شو الفرق بس بيعملوها انه بدك تفصل مباني اللي عم بيزيع الخبر ومباني اللي عم بيقول الرأي بشان ما يحصل التباس عند الجنسور هلأ بس ها فترة في كتير ألميين يعني أصحابنا بقدموا نشاط الأخبار بيكونوا قدام حرج يعني عم بيقروا شي هون شو ما تنعيم فيه فهي هون إشكاليتها بس خيامة القصة بيجي واحد كان يقل لك أول ما كان نشتغل تقارير قال ما بدي يحط موسيقى بالتحقيق ليه ما بيحط موسيقى بالتحقيق قال لأ أنه الموسيقى تتسير العواطف وهذا يؤثر على موضوع التحقيق وهو بيبقى مبلش من البي بي سي ونزول بيبلش نشر الأخ نشر الأخبار تعيته عم بيحطوا العنوين على موسيقى تقرأتوا بقول الحرب قلنا لهم مرة وسألتهم هالسؤال يعني انتوا ايش معنى يعني الموسيقى بالعنوين يعني الموسيقى بالعنوين حلال وبالتقارير حلال قالوا اعطوا لي المنطق ما هداك عم تزيق خبر بيور انت ما في محلات هادة في عقليات جامدة بالإعلام موجودة هوا الناس الكلاسيكيين بس كل ما بدك تجرب تعمل شي تفكر فيه برات الصندوق بدي يجي يقول لك بس ما القاعدة بتقول كذا وكذا وكذا علما أنه يعني بيك وصول حتى تكسر بس أنا بمحل بمحل انه اليوم باللي عب تشوفه بتصير تحس انه يمكن انت شوية عب تصير كلاسيكي لانه قد ما عب عب يصير كل واحد مسلا بيكتب له على الفيسبوك او بيسجل له فيديو بده يصير صحافة وبيعمل شو ما كان وبيقول لك انه عب يكسر القواعد بتصير انت لاشعوريا تحس حرك انه عب تصير كلاسيكي لانه في محلات مش سهلة كمانا يعني اليوم انا من اللي بيقيت انه انه انت اليوم خي بدك تغير وبدك تعامل وبدك تطور واكيد باول ما تفوت ويكون عندك بصمتك بس في اشياء شو بيقوله حبة حبة يا علامي يعني بدك تثبت حالك يعني ضمن القالب بمحل وترجع تكسره ما فيك انت ما تكون قادر تحط حالك بهذا القالب وترجع بحج لانك ما انك قادر تصير وشفنا كتير ناس ون يو تي في انه بتعطي مجاله بتعطي مساحة بس المشكل انه هاي دي المساحة بيخدوها ناس بيعبوها بابداع وبعبوها بأشياء ما بتشوفها محلات تانية ثلاثتنا بنحضر فوتبول وفي ناس بيعبوها بتفاهى بالفوتبول بتاخدوا وقت التلفزيون بيكونوا عبيعطوا يمكن فرص او عبيشوفوا اذا هذا الشخص عنده شيء او لا بتلاقي مرأ كم قصة مالية لا بتقولوا انه بالفوتبول وبالباسكت وينما كان في شيء بيسموه preferential treatment يعني فيه لعيبة بيحظوا على نوع من التعامل من قبل الفريق والمدرب احسن من غيرهم اه لفري رول بس هيدا مين هيدا رونالدينيو هيدا اللي أثبت حاله انه هو يستحق يعني ما في كل واحد يعمل رونالدينيو او يعمل اه هو ايداء هلأ اه انه بأسه انت بيخلطت لنقول تيم الاخبار اللي عندك بيبقى عندك فيه كم واحد تعطيهم اللي بيسمي شي بتسميلي فري رول مثلك بالفوتبول يعني عمنا هيدا شيء صعب يعني ايداءة لاخبار شيء جدد عمنا مثل هو مش ها هو بمحلات معين هو معقول يجي حدا من الاول سنة و يعني مشكلتك في لبنان في كتير محلات اثبات النفس مش للقواعد العامة اثبات النفس زي قدرت عمل ضجة كافية انه فيها تكون بتزلط بسك وامك يعني بس بهال يعني مثلا اذا بتشتغل بحيالة تليفزيون بالعالم بتحبه ولا ما بتحبه اذا زرحت على فوكس نيوز بس اكيد زي انت صحافي مبلش جديد في قواعدك اللي تزين فيها هلا مع الوقت بصير انت شيء بالنسبة لأسباب صح ولا غلاط تتوسع لك الاطار عنا في كتير محلات تفلو اه يمكن تكون بنت حلوة بس لا هاي يعني كيف بال مثلا انا نقول بالفوتبول او بالباسكت في لعيبي ما بتبلش دغري مع فرق صف اول لا يقدر يكون بفرق اقل شأنه يقدر يكون عنده مساحة التحرك اوسع وبعدين بيجري بيشوف هو اذا بروح على الفرق الاكبر انشان هيك بيعملوا منطق الاعارة وخلابهم بيقول لك هدا انت هلا عنا هون وهي من القصص انه احنا بالصحافة عنا في لبنان وفي كتير منهم بيطلعوا كتير مناح بس في كتير منهم بينط دغري على محل ما في تجربة ورا يعني معقول هون بتصنيف بطريقة مش هالي استثنائية بتقول في موها بفرضة حالة بتلاقي في عالم فعليا يعني منطق توفير بالاخر مش بس بس انا برأي الاساس اللي بيفرض نفسه هو الكونتنت بها كتير واللف بعيد انا بس على وقات بقرم جملة التعليقات في بعض الزمل الصحفيين بيجوا بعلقوا على الطريقة اللي بقدم فيها المعلومات انا اوكي ايو عسيسا هلأ بالويكن كنت عندي ندوي بالبقاع ايجا كام شخص من ضمنه انه سلمنا على رياض من حبه وكزا بس قل له هالطريقة اللي بيحكي فيها جلوية كزا انه قال انه قال انه قال هالطريقة ما عم بتخليني وصل الفكرة بعلم انه انا هالطريقة عم عم لها لانه هي يعني اذا بدك لاحظنا يعني مش انه الملموس يعني بيهم معنا انه اكتر عم بيقدر يوصل الفكرة ولا اذا بترجعلي يعني بيقولك انا بفضل صور واشتغل بتفاجأ انه بين جملة هو الصحفيين بيكتبوا مقالات مثلا عن تحقيق المرفق طب خيف بيكتبوا مقالات عن تحقيق المرفق ولا معلومة مزبوطة اي انه هون الشكل صار اهم المضمون انه هون لا انا اوكي طعا بس حاسبني انا لما بكتبش حاسبني بالمعلومات اللي انا عم بقدمها اللي انا بيش بيقولك عم تحكي بالطريقة القلة ويعلنوا انه هذا اسلوب يعني وانو اخر شي في ما لا ما عاوز بتتذكر انا بخير فك بالرأي بوقتها بتذكر كانت بعدني بالجديد وبلش صار قصة المرفق وطلعت اول حلقة انت تبع هايدي بدري قبل الانفجار قبل الانفجار لكن انا ناسي الوقت تبع قصة المرفق طلعنا من الحلقة واخد ضج كتير الحلقة اللي بعدها كمان صار في confrontation انت والكاميرا مع بدري يعني بوقتها كان رأي وانا قلتلك انا سبكتاكل استعراض على التلفزيون من يضده هو جزء من لعبة التلفزيون بس وقت يكون عندك شي بالاستقصاء كتير دامغ بحس بيأكل من الاهتمام بالمضمون الناس رح تحكي عنها ورح تنسى هذه فمنك مضطر مع شغلة اضافية تانية انا هاي اللي يمكن مبارك تحكين فيها انا ورياض قبل فكرة انه انت تكرار اي شغلة بيخلي مع الوقت يف ودوعه يعني بقصة بدري كانت كتير مبررة وكانت مومنت وبكتير محلات بتكون مبررة بس تكرار على اشيه مثلا اقل لا تستوجب هذا الانفعال يعني بقصة بدري كنت بتتفهم او بقصة معينة بتصير تخليك تحس انت دايما انه مش شرط اللي عاب يقوله هالقد بيستوجب الانفعال هو شخصيته هيك فبتصير انت وقت يكون في شي بيستوجب الانفعال هايدي مثل قصة ليلة ودي بعرفت انه بطل بطل يعمل الاسر بقصة اللي اجت دي بعرفت شي اخر شي بس يجي فعليا ما حدا بيصدق لانه بيقول كل مرة ما فيك تستعمل هدا الاسلوب تكرار الاسلوب بخلي هيدا الستانت يفقد بس هدا بشان هيك بالمطلق انا رأي بانه كل شي تحقيقات استقصائية ما كتير يعني هلأ احنا بزرف خاص بس انا ما كتير من انصار مظارية الاطلال الاسبوعية بس مثلا بيقصد بدري ما حتى انت هلأ وقع تحت تأثير فكرة انه شو هي هاي بمعنى انه هاي هي اللحظة هي المومنت التلفزيونية اللي العالم كلها حفظتها بس هي مانا كانت ذروي طبع عمل الاستقصائي يعني انا كنت انا معك بس انا ما اكلت لقلك لانه هي بكل بساطة عملت باسوأ السيناريوهات هي بترجع بتجيب لك على التحقيق نفسه يعني بمعنى التحقيق نفسه هو كان اللي وقتا وقتا كان اسمه لما حكيت لارا اوكي وبعدين جاءنا طورنا لما شفنا كيف قصة الموتوسيكليات لاحقا من بعد اهم ضوانه ناقص اهم ضوانه ناقص اهم ضوانه ناقصي ايش اللحظة التلفزيونية الزروة لما انا كنت جبت له التجييلات الصوتية يلي بتثبت انه عنده علاقة مع هيدا الشخص يلي سرقوا للضاع يعني سرقت على بكر بيروت وبتثبت انه في علاقة بينه بينه لهيدا الشخص يلي بالمخلال التجييلات الصوتية بها اللحظة انا استخدمت بش بسموها فيه مسميها يعني يعني اللقطة اللي حقه مصاري انا في محل بدي اعمل منت عدت اشتغر طمام انا مك يعني هاي شغلة مفكر فيها بس ما كنت عارف رح قولة بلحظتها يعني مفكر فيها بدي اقول اذا حاول بدري يرد او شي من هالنوع بدي يأكل هالكبسي لانه خلص انت هون صرت بمحل مش انه يعني انا رايح لشخص من الموضوع معه انا عملت التحقيق طلبت منه حق الرد اللي انا ما بسمع ورفع دعوة علي يعني ما رفع دعوة علي اما شوف التحقيق قبل ما يحضر التحقيق رفع دعوة علي فبالتالي هو خلص مجرد ما هو وهي سببه جزء منه غشمني من اللي بيشتغلوا بالشأن العام يعني اللي بيشتغلوا بالشأن العام لو بيعرفوا بديهيات بيعرفوا انت بحياتك ما تصدم مع اعلامي اذا اجا قالك الاعلامي بدي أعطيك حق الرد بترد مش بتجي بتقول انا بحتفظ بحق باني مثلا لاحق الكانوني بس بدك ترد اساسا ما تتعامل بفوقية تتعامل بفوقية دايما بيخسر الشخصية الشغل بالشأن العام خصوصا اذا بلد بيعاني من مشاكل اقتصادية وفيه فساد لانه بكل بساطة بيكون هو بحط حال ومسبقا بخانة المتهم فهاي كل اللحظة كل ما بتدعي بإنه كل المحر يعني بهال البرفورمنس اللي بعملهم ما بتدعي انه كل مرة كنت عم صيب ومثل ما عم بيحكي في راس فيه اوقات بتصير متل اذا كررت تعمل نفس السلوب بتفقد الوقع والأثر مثل اول كف بتحس في تاني كف تحس في رابق مية بالمية فمشان هيك عم بقلك انا مش كتير من انصار فكرة الاطلالات الاسبوعية للصحاب وكرمال هيك اول شي انه بدي تشغل وبدأ تحضير وكرمال هيك مثلا احنا هلأ منغيب 3-4 شهر نعمل 4-5 حلقات نرجع منغيب هذا يعني المعقول مصلب هذا المحل بس الفكرة اللي عم جارب إليك هيها ربطا بفكرة الاسلوب اللي كنا عم نحكي عنه من قل انت عندك بيجي هون صحفين بيجي بيجي وعامين تقدو الاسلوب وهذا وانت بخي انت تعف فرجيني الكنتنت طب اكتاب عن المرفق مقال مظبوط ما فيه واخطاء هذا نحكي بالاسلوب يعني إذا أنا برأيك إذا أنا برأيك أنا عم بفشل بإن يوصل المعلومة للعالم علما أنه أنا ما بيدعي أنه أنا بعرف أنه من خلال هذا الاسلوب عم بوصله شعور التحقيق إذا بدك بمحل ما إن أنا شعوب انفعالية فعم بوصله شعور التحقيق إذا حب هو يدقي عم حطوله الدوكيمنت وفيه شوفهم وعملنانهم مش بس هيك عملنانهم وابسايت حطينا عليه كل الدوكيمنت مع شرح أو قصة بالتفصيل بس إذا أنت يا خي معطلد على أسلوب تبقى أيهما أكضر أكضر إنك أنت تكتب معلومة أنت عارف إنه غلط ولأنك تقول معلومة صح بس بطريقة شعبية لا أكيد إذا عبتحكي بالمعلومة وعارف إنه غلط شيء ثاني أنا أكيد إنه عارف إنه غلط ما هو عبتحكي عن شيء محدد أنت ما عبتحكي هاي المشكل بإنه لا مش كتكتار مين عم يكتب مزبوط على المرفض لأنه عم تجزم لأنه عم تجزم لأنه عم تجزم إنه بقصد قصد طبعا لما بتكون أول مرة لما بتكون أنت صرت عامل معلق على الموضوع مرارا وأنت وغيرك إنه يا خي مش هاك خي هادي مثل قصة المرفق بعضنا بنفس الدوامة إنه قصة إنه ليش ما تدع سعد الحريري وعنا نجيب مئاتي نفس السؤال قد ما ترجع تشرح الفكرة بيرجع بس تحط أي شيء بيجيك نفس السؤال لا نجع نجع أنت أفلك عن نجاد لا